الله ومنزل الامر الله في قلبك قوية عظيمة لا بد من احوالك تبقى صالحة الاحوال عبارة عن الصفات الباطنة معروس الكلام هذا اي ان المقام اللي ربنا اقامك فيه وهو مقام تلقي تلقي توجيهات المعرفة التي تجيب من الله وحياة القلب والمراقبة ومراجعة اذا كان الاحوال انت اتقنت الانزال فيها او اتقنت النزول فيها عرفت وتمكنت منها لابد من ان تنبؤ وتنشأ في قلبك وتنبؤ منها الاحوال الصالحة واذا نبعت او نشأت هذه الاحوال الصالحة في القلب لابد ان تصدر منك الافعال كمان البرانية الصالحة عشان كده حسن الافعال من نتاج حسن الاحوال وحسن الاحوال كمان نتيجة لايه للتحقق بمقامات الانزال الشيخ بقول الاعمال عبارة عن حركة الجسم بالعمل البنسمي مجاهدة صلاة صيام زكا حج زيارة اقارب صلة ارحام الى اخر ذلك والاحوال عركة القلب بالمكابدة والاحوال كمان هي تحرك القلب في سير الى الله تبارك وتعالى بمكابدة القواطع والشواغل التي تقطع وتمنع من الوصول الى الله تبارك وتعالى من الميل الى الدنيا والميل الى زهرتها والميل الى الناس بطلب التعظيم منهم او برجاء الود والعطاء منهم الى اخر ذلك والمقامات عبارة عن حركة القلب بالمكابدة والمقامات سكون القلب بالطمأنينة والمقامات كمان عبارة عن سكون القلب بالاطمئنان الى الله تبارك وتعالى في المقام اللى اقامك فيه مثال ذلك مقام الزهد مثلا مثال ذلك هناك عندنا شيئين حال الزهد ومقام الزهد حال الزهد ومقام الزهد حال الزهد مثل معروس الكلام هذا مثل الانسان منا الصباح مثلا انضح كده هو اكله فترة منا تقول له فضل اكل يقول لك ايه قل لك انا ما باكل يعني تعطي الاكل بيه ابا ابا ميفشا ما بيأكل ابا فيها شبعان كده ولا ليه اما مقام الزهد مثل مقام الانسان الصائم تقدم لك 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 لا ما باكل ليه لاني صائم اي بارادتي انا صممت على ترك الاكل فما باكل لحد المدة تنتهي علمنا الكلام هذا فاللي ترك الدنيا برضاه مثل النادم الترك الاكل والشراء في صيام برضاه معروس الكلام هذا واللي ترك الدنيا للحال كمان مثل النادم اللي ترك الاكل والشراء عشان شبعان حال بتفوته بس الجوع بيجيبه الجيبوه عرفنا الكلام هذا ايوة بسم الله فانه يكون اولا عمله مجاهدة بترك الدنيا واسبابها فانه ايوة الانسان يكون اولا عمله اولا في اول البداية عمل بكون مجاهدة لنفسه بترك الدنيا واسبابها ثم بعدين ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاغة حتى يصير حالا شوف في حالتين في قلوبنا نقدر نفكر فيها نقدر نعرفها المجاهدة الاولى ان النفس بتنشأ كده بتحب الدنيا وبتحب الجميلة العظيم فيها الجهات هنا كيف نقدر نقنعها تنزل من الحكاية دي تنزل من كون الدنيا دي هي اهم طلبها واهم مراد لها جاري ورا طبعا اذا اقنعناها وتركت الدنيا وتركت الاتجابها يفضل معانا حاجة تانية وهي عندما نترك الدنيا لابد من نواجه مشكلة اخرى وهي الفاقة العدو العري احيانا الاكل ما بيكون كفاية احيانا الرطبة من دورها ما من القاها الى اخر اذا علاجها شنو دي علاجها المكابدة وتجرع مرارة الصبر لابد من ان تصبر لنتيجة الزهد لان الزهد ما بيجي ساكن الزهد هو تجاهد نفسك حتى تقطع حبه والتفاته للدنيا ودي مسألة صعبة جدا لان النفس تموت ما تخلي ده النفس مش ممكن توافقك على ان الدنيا بيهلوها او بيزهرتها الحلوة دي انت تقول لها مكنوسة ووحشة وماكويسة وتصدقك هذا من المستحيل ده بيكون معركة شديدة بينك وبينها هي الجهاد بعد ما تنصر في المعركة دي تقول لك طيب خليتك بيش اقول لك شوفوا كان بيهلو كان ممكن ده بعد كده بترجع تلاقي ايه تلاقي فخر فاقة ضيق قل كسوة نظيفة قل اكل كويس قل منام كوي طب دي مشكلة اخرى بتدور منك ايه حساب بقى دقيق لان انت اعديت نفسك وهيأتها اساسا لهذه النتيجة انك علمان يقينا ان من ترك البال لابد من ياخد بدل المال اللي قلت المال اللي ترك الحلو لابد من ياخد بديل بديل ايه المر فمادام انت خليت السعى بدلها ايه الضيق ومعلوم ان الضيق ده عسر فلابد ليه من صبر ولكن دايما العسر ده ما بيدوم عندما العسر ده يبقى ما قام بالنسبة ليه يبقى خلاص انت لما تفتش ضمتك باليقين كانت تلقى نفسك طيب انت الدرجات والحاجات دي كلك الدور هليه لو قدرت صبرت كده ومشيت معاي بس دقيقتين بس تقدر تدريك انك مهتم بالدنيا مش ليك اهتمامك بالدنيا كله لأهل الدنيا اذا مثلا انت ناس مدى الرجوع برضو في نفسك كده ابدا عشان كده في فرق لما يهينك انسان ويدك انتو اتنين بديهينك ما في انسان ما اقول الا الله انسان بهينك مثلا في السوق او في وسط الناس تأثيرهم في قلبك واحد ليه ما هو انت انت والاهانة هي هي ليه انقلبت وتغيرت تغيرت ليه لان هناك ما في انسان طب بتهتمه ليه لكن هنا في ناس عشان كده بتهتم اذا اهتمامك ليه ولا للناس للناس لانك انت داير بس لان الناس يقولوا ده انسان كبير عشان كده ما بترضى بيهينك داير الناس بتعتقد فيها العظمة بتعتقد فيها العلو والرفع عشان كده اهتميت بالباب ده عشان تمسكها كذلك بالنسبة للأكل والشراب ممكن انت يبقى ما واحدة كده بتاع اتنين نايرا ولا نايرا مثلا تكفيك لكن انت خايف الناس يقولوا فلان ده عيشة ماسخ ايش مهلوا ولا كانوا ناسة بجعانين دادين وقتها بقى النار تفور في جسمك وتقوم تدور على الدنيا والعلمال بعين مسدودة ونسيانا الاخر ونسيانا ربنا حكم شنو انتهيني مع الناس بس اذا هذا معنى عبادة الانسان للناس لو انت داير تزهد في الدنيا حقيقة اول حاجة هي ان تزهد في الناس وحكم الناس وترضى بالله وبحكم الله يعني ترضى بالله ترضى بالله بانه هو المطلق وبحكمه انه هو الاعلى معروف الكلام هذا تلقى نفسك مرتاح الصحابة ارتاحوا اليه لانهم ما يهمهم في الناس ما يهمهم في الناس لان انت لما لقيت نفسك بس في ركن صغير كده زاوية صغيرة حتة صغيرة كده لقيت فيها نفسك وحدك مع نادم سوى فيك شيء مر ما حسير مرارته كده ولا لا الصحابة كمان دائما في الركن ده الدنيا ربال فيها دا كله عرفوهم انهم ما هم موجودين ولا هم فيه وكذلك الاولياء عرفوهم ما موجودين ولا فيه ولا ليهم حكم عشان كده بلبسوا اللي بيعجبهم بياكلوا اللي بيعجبهم برقودوا فوق الصف اللي بيعجبهم ما حاجتهم في التهس ولا حاجتهم في حكمهم معروف الكلام هذا فاذا كان انت عرفت الحبصة دي ممكن انت في بيتك لما تنقود في طور في لب البيت ممكن تربزك جلابية كده خفيفة صغيرة كده عليها الطاقية صغيرة ولا ما فيه قاعد في بيتك ما حاجتك واحد بشي فقط انما تيجي مارك في الشارع تقول لي ألبس لي الجميس وألبس طاقة من فوق لي وعمل كده عشانك يعني لا ما عشانك عشان الناس عشان حكم الناس معان اظنك فاهميني الكلام هذا ففيش عندها الزهد مو حاجة سهلة فعندما مثلا النفس تدرس القضية دي وتعرفها تماما وتضع الأمور كلها فيما أماكنها بالضبط ساعتها تلاقي المكابدة بتاع الصبر لمر الزهد دي المكابدة تبقى ما فيه نار الزهد تتحول إلى جنة ونعيم ساعتها الإنسان بيتلزز وبيفرح لكن بيشيء الناس اللي ما بيقدروا بيقدركم بيعيش في نعيم الناس ما هم فيه معه زي الإنسان النام جنبنا مثلا بيحلم بأنه في جنة ولا أنه في مائدة عظيمة قاعد بيأكل نحن قاعدين واعين ما بيجدر من الشيء لكنه في نومه بيرأى أنه في النعيم ده النعيم ده بيحسة ولا بيحسة كذلك هذا الإنسان واعي في أهل الدنيا لكنه ما في أهل الدنيا لأنه في عالم تاني في دنيا تاني في عالم تفكيره وفي عالم منازلاته مع الله تبارك وتعالى أيها ثم يسكن القلب ويزوق حلاوته فيصير مقاما شوف الكلام هذا القلب يضطرب والصبر بيبقى ما فيه في البداية ثم يسكن القلب فيه أي في مقام هذا الصبر للزهد ويزوقه وببقى الزهد مقام ويزوقه فإذا زاق صار لي مقام وقتها يعني لو قلت سلمة ما بوافقك وكذلك التوكل يكون مجاهدة بترك الأسباب ثم يكون مكابتة بالصبر على مرارة تصرفات الأقدار كذلك التوكل التوكل قسمين التوكل في القلب جوه وهو أن تسق بالله تبارك وتعالى أنه خلقت وقدر لك الأيام التي تعيشها في الدنيا وقدر جميع الأحداث والأكوان التي تمر عليك وأنت في رحلة الدنيا عرفنا كده؟ الثقة واليقين بأن هذا الشيء كله مقدر أكلك شربك صحتك مرضك قوتك ضعفك وجدك عدمك فقرك غناك رفعتك انحطاطك إلى كل هذا كلك شيء مقرر ومثبت من يوم ما جيد للدنيا إلى يوم ملاقاتك لأله تربية القلب على هذا المعنى وتثبيت في القلب حتى يصدد ويصبح حقيدة ثابتة في القلب دب سنوا التوكل لدينا كلام هذا أثر التوكل أثر التوكل شنو؟ هو عدم الاهتمام بالأسباب إيه عدم الاهتمام بالأسباب؟ عدم الاهتمام بالأسباب عدم تعليق النتائج على الأسباب يعني ما تقول علاقة الأسباب بالمسببات دي ما تقول علاقة حقيقية وإنما هي علاقة اقترانية علمنا كلام هذا عشان كده ناسنا بقول لك عندها لا بها التوحيد الحقيقي أن الله تبارك وتعالى أحدث الأفعال أي أحدث الأحداث عند وجود السبب وليس بالسبب علمنا كلام هذا فالمسألة دقيقة شوي لكن الإنسان بيقدر بيفهمها معنى اقترانية أي أن الله تبارك وتعالى جعل حدوث الفعل مقارنا لوجود السبب إذا وجد السبب وجدنا الأكل فتوجد الشبع وكون الشبع الأكل ليس وجد الشبع شوف الإنسان المصاب له بنوع من الأمراض بيأكل ما بيشبع بيأكل لكنه ما بيشبع بيشرب موية لكن ما بيشبع ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هنا لم يجعل الاقتران دسابت أي ربنا قطع اقتران المسبب لوجود السبب علمنا كلام هذا فعدم الاهتمام بالأسباب عدم التعلق بالأسباب والقول بأن وجود الأسباب دليل على وجود المسببات وإذا لم توجد الأسباب فإن المسببات لم توجد فهدى الدليل على الجهل بقدرة الله تبارك وتعالى واختياري في إياد الكائنات المخلوقات لأنه لا يوجد شيء معروس الكلاح هذا موجود بالملازمة لنفرض الشم عندما تطلع هذه الشجرة وهذه الشمس طلعت وهذا الظلم تدى من الشجرة ليه؟ الجرم أو دي الشجرة وده الإنسان يعني دي الشمس وده الإنسان طلعت الشمس وإنت وقف طلع امتدى من الظلم العقل بيقول لك العلاقة هنا سببية علاقة علية علاقة تعليد أي وجود الشمس دليل ما فوق الكلف هذا على وجود الظل كده ولا لا؟ التوحيد بيقول لك نعم وجود الظل مقترن بوجود الشمس غير لازم بدليل أنه أحيانا بتكون الشمس موجودة زي بالليل مثلا الشمس موجودة ولكن الظلمه موجود في الوقت اللي بيكون الشمس بعيدة مننا لأن الحقيقة عندما نكون مثلا بعيدين يعني عندما تكون الشمس مثلا نحن نكون شرق عندما نكون شرق للشمس والشمس مش غرب مننا ونكون بعيدين منها في نهاية نهاية الكون عندما نكون في نهاية الكون نور الشمس ما بيكون موجود ولكن ما معنا كده أنه شمسا عدم لأنه شمس موجودة ومع ذلك الظلم ما موجود لكن هذه القضية لما نرضي عليه القرآن ربنا بيقول ثم جعلنا الشمس ايه عليه على الظل دليلا فهي دليل عليه لكن مش مجدع مش علتا الشمس دليل عليه اي ان الشمس وسيلة توصلنا لرؤية الظل اذا الظل موجود سواء كان الشمس موجودة ما موجودة ربنا خلق الظل وبذلك عن طريق معرفة الظل الناس عرفوا